يا أهل الإسلام قونوا على تقن قونوا على إيمان أحسنوا التوكل على الله أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى أحسنوا الظن بالله سبحانه اشكروا نعم الله عليكم قال شعيب عليه السلام واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم نعم إذ كنتم قليلا فكثركم لقد قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا كلها نعم نعم يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وربنا سبحانه وتعالى يذكر بهذا في كتابه الكريم يقول لبني إسرائيل وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة فحتى تدوم نعم الله عليكم اكثر من شكر الله والتزموا العمل بكتابه وبسنة رسوله ولن تضيعوا ولن تخيبوا اللهم مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك اللهم مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك اللهم وسأ أرزاقنا وذلك لنا في ذرياتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين وكذا سائر بلاد المسلمين وعفظ على المسلمين في كل مكان من خيرك وبركتك يا رب العالمين وأغنيهم بفضلك عن من سواك يا رب العالمين اللهم عافنا في أبدانينا وأسماعينا وأبصارينا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين أنت تصلت الأمراض على من شئت وتصرفها عمن شئت فاشفينا أنت الشافي لشفاء لا شفاءك اشف مرضان ومرضى المسلمين ارحم موتان وموتى المسلمين اقضي الدين عنا وعن المدينين اقضي الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين هذا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وتم تسليم وعقل الصلاة شكرا